بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الفرض الثاني للفصل الأول في الرياضيات لسنة ثالثة ثانوي رقم أربعة أنصح به شعبة العلوم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي لأنه تمرين رائح حيث يتحدث عن تركيب الدول الذي له نصيب في هذه الشعب في كل سنة حيث قال F دالة معرفة على R نجمة بجدول تغيراتها التالي عندنا X من ناقص ما لا نهاية إلا الصفر ومن الصفر إلى الزائد ما لا نهاية وعندنا F فتها لX وعندنا F لX قال استنتج جدول تغيرات كل من الدوال التالية مع التبرير F1 لX تساوينا F ل1 ناقص X وF2 لX تساوينا F لX مربع وF3 لX تساوينا F ل1 على X وF4 لX تساوي لنا F4 لX تساوينا 1 على F لX حيث أنصحكم بالمتابعة نقطة بنقطة كيفية استنتاج جدول التغيرات وخاصة اسمعوا للكلام الذي أتلفظه حتى تتعلموا إلى هذه الحالات والقضاء على مشكلة تركيب الدوال وخاصة لما لا تعطى لك عبارة الدل إذن ننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق أبنائي في أول مثال الذي هو F1 لX تساوينا F ل1 ناقص X إذن أولا نلاحظ أنه ماذا؟ أن F1 هذه هي مركب لدالتين F ضائراء حيث هذه الدالة يا أبنائي إذا قلنا أن دالة اسمها E إنها 1 ناقص X الدلة التألفية هذا الأمر الأول أولا علينا أن نستخرج مجموعة تعريف هذه الدلة نقول DF1 يساوي لنا هكذا يساوي أن X بحيث X ينتمي إلى ماذا؟ ينتمي إلى مجموعة تعريف الدالة التألفية هذه لي واحد ناقص X أين معرفة؟ معرفة على R لأنها دالة ألفية وهذه القيمة يا أبنائي يجب أن لا تساوي الصفر يعني وواحد ناقص X لا يساوي الصفر ما معنى؟ معنى هذه واحد ناقص X لا تساوي الصفر الذي لا تساويه الدالة F هذا هو مجموعة تعريف الدالة مركبة إحذروا أنه واحد ناقص هنا لاحظوا F لX هنا لا تساوي عند ماذا؟ الصفر يعني عند الصفر قيمة ما نسميها قيمة ممنوعة هنا كذلك عندنا نقول واحد ناقص X لا يساوي الصفر إذن بعدها ننقل هذا إلى هنا فتصبح لنا هكذا X بحيث X ينتمي إلى مجموعة تعريف اللي هي R وعندنا وننقل صبح لنا X لا يساوي ناقص واحد لأن هذا لما ينقل إلى هنا نصبح X لا يساوي الواحد الآن بعدها أبناء لو نأتي ونضع هكذا نقول من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية وعندنا الشرط الآخر أن X لا يساوي واحد معنات صبح لنا مجموعة تعريف من ناقص ما لا نهاية إلى غاية الواحد طبع من الواحد إلى زائد ما لا نهاية حتى تفهم جيدا مركب دلتين كيف نستخرج مجموعة تعريفهم إذن نقول دي أف واحد تساوي لنا R معدى ماذا؟ معدى الواحد الآن نكتب هنا مجموعة التعريف لهذه الدلة إذن X من ناقص ما لا نهاية لاحظوا قلنا من ناقص ما لا نهاية وعندنا الواحد كقيمة ممنوعة للدلة المركبة هذه لاحظوا جيدا هكذا وهكذا معناها غير معرفة أولا وعندنا كذلك الزائد ما لا نهاية هكذا لاحظوا نقطة نقطة ابني نتعلم ونكتب هنا ماذا؟ نكتب F F1 فتح لX وهنا F1 لX يعني هنا المشتقة مشتقة هذه الدلة وهنا العبارة الآن ننطلق في كيفية تقسيم المجالات دقيقوا لأننا نحن نتعلم مع التركيب لاحظوا جيدا إذن هنا ما علينا إلا أن نحتاج إلى شيئين نحتاج إلى هذه واحد ناقص X نحتاج إلى جدول تغيراتها إنها دلة تألفية معرفة من X معرفة من ناقص ما لا نهاية أكيد إلى زائد ما لا نهاية وواحد ناقص X لو نلاحظ جيدا بما أنها دلة تألفية فالدلة تألفية ننظر إلى العدد المضروف في الـ X إذا كان سالي فهي متناقصة تماما وإذا كان موجة فهي متزيدة تماما معنى هذه أكيد إنها متناقصة تماما حيث نهاية واحد ناقص X لما X يؤل إلى ناقص ما نعوضه كم تعطي لكم؟ تعطي لكم زائد ما لا نهاية ونهاية واحد ناقص X لما X يؤل إلى زائد ما لا تعطي لنا أكيد ناقص ما لا نهاية يعني نحسب نهاية هذه الدلة عند النقص ما لا زائد ما لا نهاية هذا الأمر أول ثم نأتي بهذه القيمة علينا أن نضعها في هذا الموضع ونحل ماذا؟ ونحل واحد ناقص X تساوي لنا واحد لماذا؟ لأن ركزوا جيدا كل قيم واحد ناقص X تصبح تمثل X لدالة F هذا هو التركيب يعني لاحظوا هذا كليا هو X لدالة F هذا ما نسميه التركيب وركزوا لأن له كل سنة له نصيف الباكرورية معناه نأتي بهذه القيمة ونضعها هنا ونقول لاحظوا جيدا إذا وضعنا هنا هكذا نقول هنا كم هنا ناقص واحد الناقص واحد ونحل المعادلة واحد ناقص X يساوي لنا ناقص واحد إذن واحد ناقص X يساوي لنا ناقص واحد ننقل هذا إلى هنا وهذا إلى هنا واحد زائد واحد يساوي لنا X معناه كم إذن سابقت الناقص واحد هي إثنان حتى تفهموا جيدا ثم نأتي الآن بعدها كذلك نقوم بهذه القيمة هذه الاثنان نجلبها ونضعها هنا لما نضعها هنا تصبح لكم في هذا الموضع إذن نضع ماذا اثنان ونحل المعادلة واحد ناقص اكس يعني هذه واحد ناقص اكس نضعها تصوينا اثنان ومنه ننقل هذا إلى هنا وهذا إلى هنا تصبح لنا ماذا واحد ناقص اثنان يصوينا اكس ومنه اكس يصوينا ناقص واحد إذن سابقة هي الناقص واحد ثم لاحظوا قلنا هي الناقص واحد ثم نأتي كذلك بالصفر الصفر كذلك ها هو صفر نأتي به ونضعه في هذا الموضع لما نضع كذلك الصفر ها هو الصفر ونقول واحد ناقص اكس يصوي لنا صفر ننقل هذا إلى هنا يصبح لنا اكس كم يصوينا واحد إذن يصبح لنا سابقة هي واحد الآن تلك القيم هي التي نأتي بها هذه القيم هذه هي التي تصبح هنا في جدول التركيب معناها عندنا ناقص واحد وعندنا الاثنان وهذه القيمة ماذا يحدث للمشتقة عندها أركز تنعدم وهنا تنعدم هنا كذلك تبقى محافظة أن المشتقة تنعدم هنا إذن نضع هنا رمز الإنعدام وهنا رمز الإنعدام بعدها تأتي الآن الدلة متزايدة ومتنقصة فنتابع جيدا إذن كيف تقول العملية تحتاج إلى نوع من التركيز نقول من هنا إلى هنا وهي من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص واحد صورته ما هي هي من الاثنان إلى زائد ما لا نهاية من الاثنان إلى زائد ما يعني ها هي من الاثنان إلى زائد ما يعني هذا أحمله وابحث عليه في هذه الأماكن وجدناه أنه من هنا إلى هنا هذه كيف هي؟ متناقصة لماذا؟ انظروا هذه كليا انظروا من هنا إلى هنا كلها متناقصة لأن واحد ناقص متناقص على آر الآن لاحظوا هذه متناقصة وهذه متزايدة متزايدة مع متناقصة تعطي لنا ماذا؟ تعطي لنا متناقصة إذن نضع هنا رمزه ناقص فقط دقيقوا ثم نأتي الآن من هنا إلى هنا من ناقص واحد إلى واحد صورته من الصفر إلى إثنان من الصفر إلى إثنان ها هو تلك المجال هذه متناقصة وهذه متناقصة كذلك انظروا نحن ننزل إذن متناقص مع متناقص يعطي لنا متزايد ثم عندنا من ماذا؟ من الواحد إلى الإثنان صورته من ناقص واحد إلى صفر ناقص واحد إلى صفر ها هي أمامكم إنها متناقصة مع كذلك هذه متناقصة المتناقص مع المتناقص يعطي لنا ماذا؟ يعطي لنا متزايد ثم من الاثنان إلى زائد ما لا نهاية الصورة هي من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص واحد من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص واحد انظروا زائد وهذه متناقصة لأن قلنا الدل واحد ناقص اكس دائما متناقصة إذن متناقص مع متزايد يعطي لنا ماذا؟ يعطي لنا متناقص بعدها أبنائي ما علينا إلا أن نضع هذه نملة بمجال الصور وهنا هكذا دقيق وعندنا كذلك من هنا نسعد هكذا ثم من هنا ننزل هكذا وانتهت القضية ثم نأتي الآن إلى الملأة فنقول للمت واحد ناقص اكس لما اكس يولي إلى ناقص ما لا نهاية كم؟ إنها الزائد ما لا نهاية هذه الزائد ما لا نبحث عليها هنا في هذا المحور ها هي أمامكم الزائد ما لا نهاية ما هي؟ إذن نهاية عند الزائد ما لا نهاية إنها زائد ما لا نهاية فنضع هنا زائد مالا نهاية وانتهت القضية ثم عندنا كذلك ناقص واحد صورته ما هي بالدلة واحد ناقص إس إنها الاثنان نذهب إلى الاثنان ها هي الاثنان ما هي صورتها بالدلة أف إنها واحد فنضع هنا واحد فقط ثم عندنا انظروا عندنا الواحد يذهب إلى ماذا إلى الصفر والصفر ها هو الآن نحن ننتقلها بهذه الجهة كيف تقرأ تقرأ صفر زائد لماذا يقول أحدهم يا أستاذ ليس صفر ناقص لأنها هو صفر ناقصية القيم السالبة هذه تعد صفر زائد وهذه نحن نتجه بالقيم السالبة ها هي قيم سالبة إنها صفر ناقص يعني نحن بما أننا نقول صفر زائد فها هي النهاية انظر إنها زائد ما لن نركز أرجوكم يا أبني إنه التركيب حتى تفهم جيدا إذن هذه تقرأ صفر زائد وهذه تقرأ صفر ناقص لأنها هنا القيم كيف هي موجبة يعني صفر زائد وهذه تقرأ ناقص لأن هذه القيم صفر قيم سالبة فنحن بهذه الجهة ما هو عندنا صفر زائد صفر زائد ها هي نهايته كم إنها كم إنها يا أبني إنها زائد ما لنهاية ثم الآن بالواحد يتنقل إلى الصفر الصفر بقيم كيف هي ناقص قيم ناقص ها هو صفر بقيم ناقص إنها النهاية ها هي أمامكم إنها ناقص ما لنهاية إذن نضع هنا ناقص ما لنهاية ثم عندنا ماذا عندنا الاثنان صورة الاثنان هي ناقص واحد ناقص واحد ها هي ما هي بالدلة فنضح هنا ناقص 2 ثم عندنا زائد ملانية limit 1-x لما x يولينا زائد ملانية إنها ناقص ملانية النقص ملانية هي صورتها إنها الناقص ملانية ولا يوجد تناقض إذن هنا ناقص ملانية وانتهت القضية لحظتم؟ يعني هنا انظروا صورة الاثنان هي ناقص 1 بالدلة 1-x ناقص واحدها هي صورتها بالدلة f إنها ماذا؟ إنها الناقص 2 هذه النقص 2 هي التي نضعها في هذا الموضع إنها التركيب حتى تفهموا جيدا فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا المثال نتطرق الآن إلى المثال الثاني اللي هو f2x وسيكون fx مربع أولا نعين مجموعة التعريف أولا هذه f2 هي ماذا؟ هي f دائرة u حيث u هذه هي الدلة مربعة وكما تعلمون أن الدلة مربعة مربعة معرفة على ماذا؟ على r فنستخرج أولا مجموعة التعريف أن df2 تساوي لنا x بحيث x الدلة u قلنا هي x مربعة معرفة على r وماذا؟ وهذه لا تساوي ماذا؟ لا تساوي الصفر وx مربع لا يساوي الصفر x مربع لا يساوي الصفر لاحظوا جيدا معنى x لا يساوي الصفر إذن x لا يساوي الصفر تقاطع مع هذه r ماذا تعطي لنا؟ تعطي لنا r نجمة وهي معنى معدى الصفر فتصبح لنا مجموعة التعريف هذا التركيب هذه الدلة النتيجة df2 تساوي لنا r ماذا؟ r نجمة معنى لما قلنا r نجمة معنى نأتي إلى الجدول أولا ونقول x من ناقص ما لا نهاية إلى الصفر ومن الصفر إلى الزائد ما لا نهاية لكن هذه قيمتنا كيف هي؟ قيمة ممنوعة هكذا دقيقوا جيدا أبنائي إذن وبعدها ماذا نكتب؟ نكتب هنا f ماذا؟ f2 فتحة لx وهي المستقى وهنا f2 لx الآن نأتي الآن إلى أولا إلى الدالة هذه البنت التي نسميها البنت اللي هي x مربع نملأ لها جدول تغييرتها اللي هي x معرفة من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية وعندنا هنا x مربع المعروف على x مربع أنها دلة متناقصة ثم متزايدة وعندنا هنا عند ماذا؟ عند الصفر وصورة صفر معناها هنا الصفر مربع الذي هو صفر هذا الأمر الأول ثم ماذا تقول قاعدة؟ نأتي بهذه ولا تنسوا قلت أن كل هذه القيم بالx مربع تصبح لنا هي محور الفواصل لدلة أف لماذا؟ لأن ننظر x يعني x مربع عوذت بx أو x عوذت بx مربع نأتي الآن أبنائي بهذه القيمة ونضعها هنا وهي ناقص واحد هل من المعقول أن نقول x مربع يسوي ناقص واحد؟ هذا غير والد إذن هذا نلغيه فلا يحق لنا شيء نأتي الآن بالصفر الصفر إذا وضعنا هنا نأتي الآن بهذه ونضعها هنا الآن إذا وضعناه في هذا الموضع ووضعناه هنا لماذا؟ لأن الثلان يمكن أن تكون في هذا الموضع قلت في هذا الموضع كما يمكن أن تكون في هذا الموضع عندنا x مربع يسوي لنا ماذا؟ إثنان ومنه x ماذا يسوي؟ يساوينا إما ناقص جذر 2 أو x يساوي لنا جذر 2 حيث إذا ربعنا هذه تعطينانا 2 وإذا ربعنا هذا يعطينا 2 إذن من هنا تعطينا ماذا؟ تعطينا جذر 2 ومن هنا تعطينا أكيد ناقص جذر 2 يقول أحدكم لماذا؟ لأنه مستهد أن نضع هنا ناقص جذر 2 هل من الصفر ونصعد إلى ناقص جذر 2؟ فإذا هنا ناقص جذر 2 هي التي تأتي والإثنان توضع من هنا كما توضع منه لأن هنا عندنا ماذا عندنا زائد ما لا نهاية لأن limit x مربع لما x يولي ناقص ما لا مربع هي زائد ما لا نهاية وهنا زائد ما لا نهاية الآن نقوم بهذه المجالات التي تحصلنا على هي التي نملأ وهنا نملأ هنا بناقص جذر 2 قلت ناقص جذر 2 وهنا بالجذر 2 ونضع رمز الإنعدام لأن عندهم تنعدم المشتقة ها هي أمامكم إن عدمت المشتقة عند هذه عند الاثنان إذن نضعها كذا ثم الآن ننطلق ونقول الدال x مربع من ناقص ما لا نهاية إلى نقص جذر 2 التي صورتها ما هي التي صورتها هي من الاثنان إلى زائد ما لا نهاية من الاثنان إلى زائد ما لا نهاية ها هي من الاثنان إلى زائد ما لا نهاية الآن هذه متناقصة وهذه متزيدة متزايدة مع متناقصة يعطي لنا متناقصة إذن ناقص ثم الآن من ناقص جدر 2 إلى الصفر صورته من الصفر إلى 2 أين هو تلك المجال من الصفر إلى 2 ها هو من الصفر إلى الاثنان الأولى متناقصة والثانية متناقصة فتعطي لنا متزايدة إذن نضع هنا زائد حتى تتفهم جيدا ثم من الصفر إلى جدر 2 صورته من الصفر إلى الاثنان من الصفر إلى الاثنان ها هو من الصفر إلى الاثنان إذن الأولى متزايدة والأخرى متناقصة متزايد مع متناقص يعطي لنا متناقص ثم الآن من الجدر 2 إلى زائد ما لا نهاية صورته من الاثنان إلى زائد ما لا نهاية من الاثناء إلى زائد ميلانية ها هي أمامكم الأولى متزايدة والثانية متزايدة المتزايد مع المتزايد يعطي لنا ماذا؟ يعطي لنا متزايد لاحظتم؟ بعدها الآن نأتي إلى الأسهم في الأسهم إذن عندنا متناقس هكذا وعندنا متزايد هكذا وعندنا متناقس هكذا وعندنا متزايد هكذا ثم نأتي الآن إلى الملء ركزوا هنا أرجوكم نقول نهاية نهاية ماذا؟ نهاية X مربع لما X يؤل إلى الناقس ميلانية كم؟ إنها ناقس ميلانية نأتي بهذه الناقس ميلانية إنها زائد ميلانية هذه زائد ميلانية نأتي إليها هذه زائد ميلانية ابحثوا علىها نهاية F لX لما X يؤل إلى زائد ميلانية كم؟ إنها زائد ميلانية هذه هي القيمة التي وجدنا هي التي نملأ بها إذا نضع هنا زائد منها وهذا منطقي من الزائد منها ننزل ثم عندنا ناقش جذر إثنان صورته بالإكس مربع هو إثنان الإثنان ها هي صورتها بالدلة آف إنها واحد فنضع هنا واحد فقط الآن ركزوا إلى الصفر الصفر ها هو صورته هي الصفر الصفر ها هو لكن هي قيمة منوعا لكن الصفر من هذه الجهة كيف هو إنها صفر هنا تقرأ صفر ناقص يعني بقيم أقل لكن هل من المعقول أنه هنا إذا كانت صفر ناقص هل يمكن أن نقول إكس مربع تساوينا صفر ناقص فهذا غير وليد فالرياضية فإكس مربع يمكن أن نقول يساوي صفر زائد مستحيل أن يساوي لنا صفر ناقص ولهذا هذا يأتي إلى هذه الجهة لكن بهذا الاتجاه يعني صفر زائد لأن لو كانت حتى صفر ناقص وربعة ماذا تصبح لنا صفر زائد صفر زائد هذه هي نهاية صفر زائد التي تقرأ لميت لميت ماذا هكذا ركزوا كيف يعني كيف تكتب حتى تفهموا جيدا لميت آف إثنان لإكس لما إكس يؤول إلى الصفر بقيم أقل تساوينا ماذا تساوينا لميت هذه الصفر أقل إذا ربيع ماذا يصبح لنا صفر زائد ونصبح لنا آف لنهاية آف لإكس لما إكس يؤول إلى صفر بقيم أكبر بقيم أكبر ها هي يا أبنائي إنها ماذا إنها زائد ما لنهاية فقط بعدما أنهينا مع هذا الجزء ولا يوجد تناقض نأتي الآن إلى الآن بقيم أكبر هذا الصفر والصفر إذا ربيع يصبح لنا صفر زائد صفر زائد ها هي نهايته انظروا إنها زائد ما لنهاية نعم لا يوجد تناقض ثم عندنا جذر إثنان جذر إثنان مربع هو الإثنان إثنان ها هي صورتها بالدلة أف إنها واحد نكتب هنا واحد ثم نأتي الآن نهاية إكس مربع إذا كان إكس يؤول إلى زائد ما لنهاية إنها إكس زائد ما لنهاية زائد ما لنهاية ما هي صورتها بالدلة أف أو نهايتها بالدلة أف إنها زائد ما لنهاية وانتهت القضية فقط أبنائي أرجو قد فهمتم كيف يتم ملء الجدول الثاني نأتي بعدها أبنائي إلى المثال الثالث الذي هو آف ثلاثة لإكس تساوينا آف لواحدة لإكس إذن هذه آف ثلاثة تساوينا آف ضائرة إ حيث هذه إ هي الدلة مقلوب وهي واحد على إكس حيث الدلة مقلوب معرفة على آر نجمة لو نأتي الآن إلى معرفة مجموعة تعريف دي آف ثلاثة تساوينا إكس بحيث إكس ينتمي إلى آر النجمة يعني إلى مجموعة تعريف هذه البنت اللي هي واحدة على إكس وواحد على إكس لا تساوي مجموعة تعريف الدلة آف كم هي أنها تختلف عن الصفر الآن إذا كان هذا متى يختلف عن الصفر؟ هذا متى يختلف عن الصفر؟ إذا كان هذا لا يساوينا الصفر يعني مستحيل هذه دائما محققة إذا شيء واحد تحقق هذا إذا كان إكس لا يساوينا الصفر فتصبح لنا مجموعة التعريف ما هي؟ ركزوا أعيد هذا الكلام يبقى صحيح إذا كان إكس ماذا؟ إكس يختلف عن الصفر إذن فهي ما هي مجموعة التعريف؟ هي إكس يختلف عن الصفر أي أنها هي آر نجمة يعني مجموعة التعريف هذه الدلة المركبة هي آر نجمة فنضع هنا هكذا لاحظوا جيدا فنضع هنا إكس من ناقص ما لا نهاية قلت من ناقص ما لا نهاية وهنا عندنا الصفر وهنا زائد ما لا نهاية هذه تعد قيمة كيف هي؟ قيمة ممنوعة هكذا وعندنا نكتب هنا آف ثلاثة فتحة لإكس وهنا آف ثلاثة لإكس هذا الأمر أول ثم نأتي الآن إلى الدلة المقلوب الدلة المقلوب معروفة أنها التي هي معرفة من ناقص ما لا نهاية إلى الصفر ومن الصفر إلى الزائد ما لا نهاية هنا نضع هكذا لأنها قيمة ممنوعة لأن الدلة مقلوب غير معرفة عند الصفر هذا الأمر الأول إذن نضع هنا صفر عندنا واحد على إكس معروفة على هذه الدلة أنها دلة متناقسة تماما على المجالين من ناقص ما لا نهاية إلى الصفر ومن الصفر إلى الزائد ما لا نهاية عندنا أولا نأتي إلى هذه القيمة لو نضعها في هذا الموضوع سبحانه 1 على مالا نهاية 0 وهذه إذا وضعناه هنا سبحانه 1 على الصفر ناقص لأننا نحن بقيم هذه على صفر ناقص إنها ناقص مالا نهاية ثم نأتي بهذه ونضعه هنا لكن بالجهة اليمنى يعني 1 على صفر زايد إنها زاهد مالا نهاية ونأتي بهذه القيمة ونضعه هنا تقرأ 1 على مالا نهاية إنها الصفر هذا الجزء الأول ثم نأتي الآن بهذه القيمة ونضعها في هذا الموضع ركزوا إذن في هذا الموضع وهنا في هذا الموضع فنضع هنا ماذا نضع ناقص واحد إذا قلنا واحد على إكس يساوي ناقص واحد نقلب كلاهما إذن سابقة ناقص واحد بالدلة هذه واحد على إكس إنها ناقص واحد وعندنا هذه نأتي بها ونضعها هنا يعني واحد على إكس يساوينا إثنان نقلب سبح x يسوينا 1 على 2 إذن سابقت الاثنان بالدلة 1 على x ليس صورة إنها 1 على 2 ثم الآن ننطلق في ملء الجدول وبطريقة جد جد بسيطة أولا ننقل تلك القيم عندنا ماذا عندنا ناقص 1 وعندنا 1 على 2 تنعادم عندها المشتقة مثل الأولى ومثل الأولى لماذا لأننا انظروا تنعادم عندها المشتقة تنعادم عندها المشتقة الآن نأتي وننطلق في عملية الآن في عملية الإشارات نقول من ناقص ملا نهاية إلى ناقص 1 صورته من ناقص 1 إلى الصفر من ناقص 1 إلى الصفر ها هو أمامكم الأولى متناقصة والثانية متناقصة 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 تعطي لنا ماذا تعطي لنا متزايدة ثم من ناقص ملا نهاية من ناقص 1 إلى الصفر صورته من ناقص ملا نها الى نقص واحد هذا هو الولى متناقصة والثانية متزيدة فتعطي لنا هذه المعل�木ة. اذا نضع هنا اشارة نقص. ثم عندنا من الصفر الى النصف صورته. من الاثنان الى زائد ملا نهاية. من الاثنان الى زائد ملا نهاية انظروا. واحدة متناقصة ها هي دائما متناقصة. انظروا الى السهم الاحماعة ملا متناقص. مع متزايد يعطي لنا متناقس إذن نضع هنا ماذا نضع هنا ناقس ثم عندنا من النصف إلى زائد ما لنهاية صورته من الصفر إلى إثنان صورته من الصفر إلى إثنان ها هي من الصفر إلى إثنان الأول متناقس والثاني متناقس فيعطي لنا ماذا فيعطي لنا متزايد فنضع هنا إشارة زائد فقط بعدما أنهينا مع هذه نملأ الأسهم إذن متزايد هكذا ومتناقص هكذا ومتناقص هكذا ومتزايد هكذا يعني هذه هي الأسهم التي نعمل بها الآن ننطلق في المل إذن عندنا limit واحد على x لما x يقول إلى الناقص من 90 كم صفر الآن الصفر نأتي به ها هو أمامكم لاحظوا جيدا حتى تفهموا جيدا الآن هذه كيف تقرأ هل تقرأ بقيم أقل أو بقيم أكبر لاحظوا جيدا تقرأ بقيم أقل لماذا؟ لأن انظروا إلى هذه القيم انظروا إليها هل هي قيم مجبة أم سالبة؟ قيم سالبة إذن تقرأ على هذه الجهة لأن القيم هذه إنها قيم سالبة حتى تفهموا جيدا يا أبنائي إذن بما أنها قيم سالبة فنقول بقيم أقل بقيم أقل ها هي النهاية إنها ناقص ما لا نهاية فنضع هنا ناقص ما لا نهاية فقط ثم عندنا الناقص واحد صورته بالواحد على إكس هي ناقص واحد الناقص واحدها هي صورته بالدلأة هي ناقص إثنان فنضع هنا ناقص إثنان ثم نأتي الآن إلى ماذا؟ إلى الصفر الصفر بقيم أقل ما هي صورته؟ إنها نااقص ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية هي ما هي صورتها؟ إنها ناقص ما لا نهاية فنضع هنا ناقص ما لا نهاية ثم نأتي الآن بالصفر بقيم أكبر نهايتها هي ماذا هي زائد ملا نهاية زائد ملا نهاية بالدلة f هي زائد ملا نهاية إذن نضع هنا زائد ملا نهاية ثم هنا عندنا النصف صورته بالمقلوب هي نصف هي الاثنان صورة الاثنان بالدلة f هي واحد نضع هنا واحد لحظتم يعني متعة نجد متعة في هذه الأمور ثم الزائد ملا نهاية نهاية واحد على x عند زائد ملا هي صفر الآن الصفر ها هو لكن بقيام أكبر انظر لأن هذه القيم كلها تتجه نحو الجهة الكبرى انظروا هذه جهة موجبة وانظروا إلى هذه إنها جهة كيف هي سالبة حتى تفهموا جيدا فاصبحنا هذه بقيام كبرى انظروا إنها زائد مالا نهاية فنضع هنا زائد مالا نهاية وانتهت القضية حتى تفهموا جيدا ها قد امتلأ هذا الجدول بطريقة سليمة جدا ومنطقية أنه من ناقص مالا نصعد إلى ناقص 2 ثم ننزل إلى ناقص مالا نهاية من الزائد مالا ننزل إلى الواحد ومن الواحد نصعد إلى الزائد مالا أما إذا وجدنا هنا زائد مالا فنعلم أن هناك تناقض في ملء هذا الجدول بعدما أنهينا مع هذا المثال سوف نتطرق الآن إلى المثال الأخير الذي هو ف4 على إكس سيكونوا 1 على ف الإكس يعني هذه الكتابة معكوسة لاحظوا هنا الواحد على إكس جاء في بطن الأف أما هنا الأف هي التي قليبت ما نصبح لنا هذه أف أربعة هي ماذا هي دالة أف متبوعة بدالة أف هي دالة أف أو أف دائرة أف لها أف تركيب أف حيث الأف هذه في الأصل هي واحد على إكس حيث إذا جئنا بهذه ووضعنا هنا نصبح لنا واحد على أف حتى نفهم الفكرة الأساسية أن نأتي إلى مجموعة التعريف دي أف ماذا أربعة يساوي أنها هكذا إكس بحيث إكس ينتمي إلى دي أف دي أف ما هي انظروا هي أر نجمة هي أر النجمة وماذا وآف لإكس هذه الأف لإكس لاحظوا إنها في المقام معنى هو أف لإكس لا تساوي الصفر هذا ماذا يعني أن أف لإكس لا تساوي الصفر أف لإكس لا تساوي الصفر إذا كان إكس أين ينتمي إلى أر نجمة إذن ماذا ينتج لنا؟ ينتج لنا مجموعة تعريفية R نجمة بقاعدة التركيب فقط ولاحظوا هنا انظروا F لX لا تساوي السفر عند ماذا؟ ها هي لا تساوي السفر عند السفر معناها تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا D F 4 تساوي لنا R النجمة هذا الأمر الأول إذن بعدما قلنا أن R نجمة لأننا لاحظوا جيدا لو نلاحظ جيدا دلة F هل يوجد صورة صفر بالدلة F؟ لا يوجد إذن لهذا قلنا R نجمة بعدها أبناء نأتي الآن إلى مل الجدول الأول أنه X من ناقص مال نهاية إلى الصفر ومن الصفر إلى الزائد مال نهاية وهذه قلنا قيمة كيف هي قيمة ممنوعة هذا الأمر الأول ثم نكتب هنا ماذا؟ نكتب هنا F 4 فتحة لـ X وهنا F 4 لـ X ثم نحتاج الآن إلى جدول ماذا؟ جدول تغييرات الدلة الأم من هي الدلة الأم؟ الدلة الأم قلنا هي واحدة على X عكسة الأمور والدلة البنت هي F لـ X وأعيد أن هذه معكوسة بالنسبة إلى هذه هذه أن البنت هي واحدة على X أما هذه فتعتبر هذه كليا X البنت أصبحت هي F معناه نضع هنا X قلنا الدلة المقلوب بالناقص مال نهاية إلى الصفر عفوا قلنا إلى الصفر ومن الصفر إلى الزائد مال نهاية حيث غير معرفة عند الصفر الدلة المقلوب ها هي أمامكم ونكتب هنا واحد على X الدلة المقلوب متناقصة على من ناقص مال نهاية إلى الصفر ومن الصفر إلى الزائد مال نهاية وهنا النهاية معروفة أن هنا صفر قلنا وهنا ناقص مال نهاية وهنا الزائد مال نهاية مثل ما ذكرنا في المثال الذي قبله وهنا عندنا صفر نأتي الآن وندقق كيف تتم العملية يا أبنائي نقطة نقطة فلنركز جيدا إذن ما هي القيم التي تبقى دائما هذه هي التي في محور الفواصل هذه هي التي تبقى لنا في محور الفواصل هي الناقص واحد والاثنان تبقى محافظة يقول أحدكم لكن لماذا يا أستاذ تقول بقية تبقى محافظة لأن هذه هي القيم التي في الأول كنا نقول أن هي التي تأتيناها على هذا المحور هذا يسمى المجال E وهذا يسمى المجال G التركيب الدول يدرس على المجال E يعني هذه القيم هي التي تكون هنا هذا الأمر الأول حتى تفهموا جيدا الفكرة الآن نقول من ناقص مال نهاية إلى ناقص واحد صورته ما هي صورته من ناقص مال نهاية إلى ناقص اثنان أين هي الناقص اثنان؟ ها هي ناقص اثنان حتى تفهموا جيدا ها هي الناقص اثنان الآن يعني من ناقص ركزوا جيدا قلنا من ناقص مال نهاية إلى ناقص واحد صورته من ناقص مال نهاية إلى ناقص اثنان تصبح لنا الدالة من هنا هذه متناقصة والمتزيدة المتناقص مع المتزيد ماذا يعطي لنا يعطي لنا اذا نضع رمزش يبقى رمز part 2 لان هذه هي عدم نظر نتوقع متزيد مع متناقص تعطي لن المتناقص هذا الجزئ اول ثم نأتي الان ركز جيدا نأتي إلى المجال الثاني من ناقص 1 إلى 0 صورته من ناقص مالا نهاية إلى ناقص 2 ها هو من ناقص مالا نهاية إلى ناقص 2 الأول متناقص والثاني متناقص متناقص مع متناقص ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا متزايد إذن نضع هنا زائد ثم نأتي الآن من الصفر إلى الاثنان صورته من الواحد إلى زائد مالا نهاية من الواحد إلى زائد ما نهاية سوف نبحث عن الواحد هنا ها هو عندكم واحد دقيقوا أرجوكم نقطة نقطة حتى تفهموا إذن من الصفر إلى الاثنان صورته من الواحد إلى زائد ما نهاية من الواحد إلى زائد ما نهاية لاحظوا متناقس نعم متناقس كلاهما متناقسان فماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا متزايد ثم الآن من الاثنان إلى زائد ما نهاية صورته من ماذا؟ من الواحد إلى زائد ما نهاية؟ من الواحد إلى زائد ما نهاية؟ الأول متزايد والثاني متناقس فيعطي لنا متناقس إذن فنضع هنا إشارة ناقس وانتهى العمر بعدها ما علينا إلا ملء هذه هكذا ننزل وهكذا نصعد وهكذا نصعد وهكذا مرة أخرى ننزل حتى نفهم جيد نأتي الآن إلى الملء إذن الآن نأتي إلى عملية الملء لاحظوا وانتبعوا نهاية ف لإكس لما إكس يولي إلى نقس ما لنا كم؟ إنها نقس ما لنا نهاية 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 واحدة على إكس لما إكس يولي إلى نقس ما لنا كم؟ إنها صفر إذن نضع هنا صفر ثم عندنا ناقس واحد ناقس واحد آف لناقس واحد هي ناقس اثنان الناقس اثنان نأتي بها ونضعها في هذا الموضع ونحل المعادلة ما هي نحل المعادلة دقيقوا جيدا قلت نحل المعادلة هي واحد على إكس يساوينا ناقس اثنان نقلب فتصبح هنا إكس يساوي ناقس واحد على اثنان إذن نكتب هنا ناقس واحد على اثنان حتى تفهموا جيدا ثم عندنا كذلك الصفر بقيم أقل نهاية كم؟ لاحظوا هي ناقس ما لنا نهاية بالدلة أف الناقس ما لنا نهاية ها هي أمامكم الناقس ما لنا نهاية معناه واحد على إكس لما إكس يولي ناقس ما لنا كم؟ إنها صفر فنضع يا أبنائي في هذا الموضع صفر ثم الآن عندنا صفر نهايته بقيم أكبر كم؟ انظروا جيدا بالدلة أف إنها زائد ما لنا نهاية الزائد ما لنا نهاية ها هي الآن واحد على إكس لما إكس يولي زائد ما لنا نهاية كم نهايتها؟ إنها صفر فنضع هنا صفر لاحظوا جيدا ثم الآن عندنا الاثنان اثنان صورتها بالدلة في واحد الواحد ها هو الآن واحد نقول ماذا لاحظوا جيدا ها هي القيمة اللي هي واحد على اكس واحد على اكس لما نقلبها صبح لنا واحد على اثنان ثم كذا عفوا عفوا واحد لما نقلبه قلت كم هو يصبح يصبح لنا واحد أعتذر أبنا يركزوا أرجوكم إذن أعيد حتى يفهم الجميع عندنا قلنا ها هي انظروا اثنان لما نأتي بها ها هي صورتها بالدلة فنضع هذه هنا فعندنا ها هو لاحظوا جيدا ها هو الواحد عوضوا به هنا ماذا أعطي لكم واحد على واحد نأتي كذلك هنا ناقص واحد صورته بأف وناقص اثنان ها هي ناقصنا أتوا بها وضعوا هنا فماذا تصبح لنا ناقص واحد على اثنان ها هي ناقص واحد على اثنان ثم نأتي الآن نهاية أف عندما اكس يأل إلى زائد ما لكم هي زائد ما لنهاية الزائد من النهاية ها هي نهاية واحدة على إكس لما إكس أولى زائد من كم إنها صفر فنضع هنا الصفر فقط أبنائي ها قد أمتلئ هذا الجدول يقول أحدكم وهذا كيف تفسره يا أستاذ هنا الدالة غير معرفة فهي غير قابلة فهي غير مستمرة ويأتي منحنها كما تلاحظون هنا فقط أبنائي بمعنى هذه الدالة لا يوجد لها هي بالرغم أن يوجد لها نهاية صفر صفر لكن غير مستمرة لأنها غير معرفة عند الصفر فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على الأم الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته